بسم الله الرحمن الرحيم السادسة والعشرون من تيسير التجويد نحاول أن نقرب فيها قواعد الإمام ورش وكذلك قواعد الإمام حفص بحكم أن هذه القراءتين أو النهاتين القراءتين منتشرتان في العالم فقراءة ورش يقرأ بها إخواننا المغاربة وقراءة حفص يقرأ بها المشارقة وجل العالم نحاول أن نبسط أو أن نيسر هذه المسائل ليفهم ذو الفهم المتقد وكذلك قليل فهم وفي هذه الحلقة إن يسر الله جل وعلا سوف نذكر ما يتعلق بهاء الكناية تعريفها وأحوالها وكل ذلك أو كل ما يتعلق بها في هذه في هاتين الروايتين إن يسر الله جل وعلا فهاء الكناية تعريفها كما يقول أهل الاختصاص هي الهاء الزائدة الدالة على الواحد المذكر الغائب الهاء الزائدة يعني ليست أصلا في الكلمة وتدل على الواحد المذكر الغائب على الواحد يعني مفرد ومذكر ليس مؤنث وغائب يعني ليس حاضرا وتسمى هاء الضمير لأنها ضمير تدل على الغائب أو يدل على الغائب وتسمى هاء الصلة للصلة التي تكون بعدها للصلة التي تكون بعدها وسوف نرى ما هي هذه الصلة مثال إنه كان بعباده خبيرا بصرا إنه إنه الهاء باللون الأحمر هنا تدل على غائب مذكر مفرد لو كان غائبين لقلنا إنهما لو كان ثلاثة أو أكثر لقلنا إنهم لكن لما كان واحدا قلنا إنهو لو كانت مؤنث لقلنا إنها لو كان كانت جمع إناث لقلنا إنهن لكن لما كان مذكر وليس صح في هذه الآية إلا المذكر الواحد لأن الآية تتحدث عن الله عز وجل إنه كان بعباده كان بعباده عباده الغائب المذكر المفرد وأتيت بهذا المثال لأن فيه في الأول هاء مضمومة وفي الثاني هاء مكسورة لأقول إنها تأتي على حالتين إما أن تكون مضمومة إذا ضم ما قبلها أو فتح ما قبلها وتأتي مكسورة إذا إذا كوسر ما قبلها وتأتي مكسورة إذا كوسر ما قبلها أما إذا كان ما قبلها ساكن فإنها تكون مضمومة أيضا في بعض أو عفوا إذا كان ما قبلها ساكن وغالبا إذا كان الألف إذا كان الساكن قبلها ألفا فإنها تضم وإذا كان الساكن قبلها إياء فإنها تكسر وإذا كان ألفا أو عفوا إذا كان ووا فإنها تضم طيب سوف نرى ذلك إن شاء الله تعالى خرج بقولنا الزائد يعني خرج بقولنا في التعريف الزائدة الهاء الأصلية نحو نفقه ينتهي لإن لم ينتهي عما لإن لم تنتهي كلا لإن لم ينتهي لنسفع ينتهي كذلك فواكه لو أزلت هذه الهاء لصارت الكلمة فواكه وهي يعني لا معنى لها لكن إنه أو لنقول بعباده عباد لو أزلنا الهاء الزائدة لا صارت كلمة عباد يعني لها معنى إذن قولنا الزائد خرج به ما كان أصليا ما كان ما كان أصليا وقولنا الدالة على الهاء أو عفوا على الواحد المذكري هنا خرج به ما يدل على المؤنث إنها مثلا وما يدل على الجمع كقولنا عليهم أو عليهن جمع المؤنث وجمع المذكر ويخرج به كذلك ما يدل على على ماذا على التي بعدها ألف يعني بعدها ميم وبعدها ألف عليهما الميم الدالة على المؤنث أو عفوا على على المثنى والألف للعماد والميم الدالة على الجمع عليهم إذن خرج بقولنا خرج بقولنا الواحد المذكر خرج به المؤنث الواحدة هذه مثلا وخرج به خرج به المثنى والجمع سواء كان مذكرا أو أو مؤنثا جميل إذن هذه هاء هاء الكناية هاء الكناية طيب تتصل هاء الكناية بالإسم يعني يمكن أن تأتي متصلة بإسم كقولنا أهله أهله أو إنقلب إلى أهله كما في القرآن أهله فاتصلت بإسم وتتصل بالفعل كذلك كقولنا اجتباه أو كقول الله تعالى اجتباه فاتصلت بفعل وتتصل بالحرف كقولنا عليه تصلت بكلمة بحرف على عليه طيب الأصل فيها البناء على الضم يعني الأصل في هذه الها أن تكون مبنية على الضم ولكن قد تكسر قد تكسر إذا اتصلت بها إما ياء ساكنة أو كسرة إذا اتصلت بها كسرة أو ياء ساكنة فإنها تكسر عليه فكسر أو به بعباده فكسرت لكن الأصل أن تكون مضمومة يعني مبنية على الضم كقولنا مثلا اجتباه كقولنا مثلا ربه كقولنا منه وغير ذلك كثير إذن الأصل فيها أن تبنى على على ماذا أن تبنى على الضم وإذا بنيت وإذا بنيت على الكسر إنما يكون ذلك لاتصال الكسر بها أو اتصالها بلياء بلياء الساكنة جميل حالاتها عند ورش حالاتها عند ورش الحالة الأولى ولها أربع حالات الحالة الأولى أن تقع بين حركتين أن تقع بين حركتين يعني أن يكون الحرف الذي قبلها متحرك والحرف الذي بعدها متحرك كقول الله تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره قال له كلمة له فيها الها واتصلت هنا بحرف له اللام قبلها مفتوحة يعني متحركة والصاد بعدها متحركة إذن هي بين متحركين قال له صاحبه صاحبه كذلك الباء قبلها متحركة والواو بعدها متحركة وهو يحاوره كذلك نفس الأمر الراء قبلها متحركة يحاوره أكفرت بالذي الهمزة بعدها متحركة جميل الحالة الثانية أن تكون بين ساكنين أن تكون بين ساكنين مثلا وآتيناه الإنجيل فالهاء هنا جاءت قبلها ألف ساكنة سكونا ميتا وجاءت بعدها لام ساكنة همزة الوصل هي حرف ساكن لكن تحذف في درج الكلام فأتت بعدها لام ساكنة كذلك فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيه قبلها ياء ساكنة سكونا ميتا وبعدها اللام الساكنة فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان جميل الحالة الثالثة أن يكون قبلها متحرك يعني أن يكون الحرف الذي قبلها متحرك وأن يكون الحرف الذي بعدها ساكن كقول الله تعالى له الملك له الملك اللام قبلها متحركة واللام التي بعدها ساكنة له الملك جميل هناك حالة رابعة أن يكون قبلها ساكن وبعدها متحرك أن يكون قبلها ساكن وبعدها متحرك كقول الله تعالى عقلوه وهم يعلمون عقلوه من بعد ما عقلوه وهم وهم يعلمون عقلو ألواو ساكنة حرف ساكن سكونا ميتا والواو التي بعدها متحركة جميل إذن هذه هي الحالات التي تأتي عليها هاء الكناية في القرآن الكريم في القرآن الكريم ليست هناك حالة خامسة لهذه الحالات جميل إذن ما هو الحكم في هذه الحالات في الحالة الأولى نصلها بواو إذا كانت مضمومة أو بياء إذا كانت مكسورة أو كان نعم أو بياء إذا كانت مكسورة إلا في موضع واحد من القرآن طبعا بالنسبة لورش طيب إذن في الحالة الأولى قلنا أن تقع بين متحركين يعني بين حركتهم قال له قلنا نصلها بواو نصلها بواو إذن قال له له هناك الصلة هذه الواو لذلك تسمها الصلة هذه الواو قال له صاحبه لا يمكن أن تقول قال له صاحبه له صاحبه هذا غلط سيعترض عليك معترض ويقول نقصت هواوا نقصت هواوا من القرآن لابد أن تصل لابد أن تصل قال له له وإن كانت غير مكتوبة يعني ألهاء هنا ليست بعد هواوا كما هو في الشاشة ليست بعد هواوا مكتوبة تكتب هواوا صغيرة في المصحف صغيرة في المصحف قال له صاحبه قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت إذا كانت مكسورة كقولنا مثلا إنه كان به به بصيرة به بصيرة فلا تقول به بصيرة تقول به بصيرة إذن عندنا هنا صلة بالنسبة لورش تصلها إذا كان قبلها متحرك وبعدها متحرك إذا كانت مضمومة تصلها بواو وإذا كانت مكسورة تصلها تصلها بيا إلا في قوله تعالى في قوله تعالى يرضه لكم يرضه لكم في الآية من صونة الزمر وإن تشكروا يرضه لكم يرضه لكم لو لاحظنا لو لاحظنا الضاد قبل الهاء مفتوحة واللام بعد الهاء مفتوحة إذن هي بين متحركين لكن ورشا لكن ورشا لم يصلها هو كحفص نعم وكبعض القرى الآخرين لا وجود للوصل هنا لا وجود للصلة هنا تقول وإن تشكروا يرضه لكم ربما ربما اعتد بالأصل لأن كلمة يرضى فيها الألف لكن لما كانت هنا واقعة في جواب إن في جواب إن جواب الشرط فصار هذا الفعل مجزوما بحذف حرف العلة وكأن ورشا اعتد بحرف العلة المحذوف وحرف العلة هنا ساكن لو قلنا يرضاه لكم يرضاه لن تصل لأنها جاءت قبل ساكن جاءت قبل ساكن والتي تأتي قبل الساكن ليست فيها صلة كما ذكرت لكم في آخر عبارة في الحالات الباقية نحذف صلتها يعني إذا وقعت بين ساكنين نحذف صلتها وآتيناه الإنجيل لا نقول وآتيناه الإنجيل غلط نقول وآتيناه الإنجيل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لا نقول فيه القرآن غلط فيه القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لا نقول فيه هدى هذا بالنسبة للحالة الثالثة مثلا أن يكون قبلها متحركون أن يكون قبلها متحركون وبعدها ساكن كما في قوله تعالى له الملك هناك من يقرأ من القرآن إذا كان قبلها ساكن إذا كان قبلها ساكن وبعدها متحرك من القرآن من يقرأ يعني كابن كثير يقرأ يعني بالصلة فيه هدى فيه هدى للمتقين فيه لا ريب فيه هدى لكن ورشا يقرأ بدون صنة كذلك في الحالة الرابعة إذا وقعت بين ساكنين فإذا كان قبلها ساكن وبعدها متحرق فلا نصل لا نصل من نسبة الورش وبعد القراء وبعد القراء يصل أما الحالة الثالثة أن تكون بين ساكنين فباتفاق القراء القراء كلهم متفقون على أنه لا وصل في هذه الحالة طيب إذا هذه حالتها حالتها عند ورش ثم حالتها عند حفظ الحالة الأولى كما ذكرنا أن تقع بين متحركين نفس المثال قال له صاحبه وهو يحاوره أن تقع بين ساكنين أن تقع بين ساكنين وآتيناه لنجيل فيه القرآن نفس المثال ثالثا أن يكون قبلها متحرك وبعدها ساكن نفس المثال الحالة الرابعة ونفس المثال الذي ذكرنا هنا بالنسبة للأحكام هناك اختلاف طفيف بين ورش وحفظ بالنسبة لحفظ في الحالة الأولى أو في الحالة الأولى يصلها أو نصلها بواو إذا كانت مضمومة أو بيئن إذا كانت مكسورة إلا في قوله تعالى يرضه لكم نفس نفس المثال نفس المثال ونفس الحكم إلى الآن نفس الحكم إلى الآن طيب قوله تعالى يرضه لكم يتفق فيه ورش وحفظ في عدم الصلة في الحالات الثلاث الباقية كذلك نفس الحكم بالنسبة لورش هناك بالنسبة لحفظ هناك استثناءات سنذكرها الآن في الحالة الرابعة نحذف في الحالة الرابعة نحذف صلتها إلا في قوله تعالى ويخلد فيه مهانا من صورة الفرقان لو انتبهتم الحالة الرابعة أن يكون قبلها ساكن وأن يكون بعدها متحرك أن يكون قبلها ساكن وأن يكون بعدها متحرك ويخلد فيه مهانا فيه مهانا فقبلها ساكن وبعدها متحرك ووصل ورش ووصل حفص عفوا في هذا في هذا الموضع هذا الاستثناء من قوله تأمن من هذه الحالة ثم مختلفات مختلفات عند ورش يقرأ ورش قوله تعالى أرجه وأخاه قالوا أرجه وأخاه من صورة الأعراف ومن صورة الشعراء قرأها حفص بالإسكان القاعدة عندنا ماذا أنه إذا كانت بين متحركين إذا كانت بين متحركين فإننا نصل أرجه وأخاه كما قرأ ورش أرجه قالوا أرجه وأخاه وأرسل لكن حفص قرأ بالإسكان قالوا أرجه وأخاه ولعل حفصا اعتد الهمزة أو اعتد بالهمزة التي حدفت في هذا الموضع لأن الأصل وكما في بعض لغات العرب قالوا أرجئه وقرأ بها بعض بعض القرأ أرجئه وأخاه أرجئه بالهمزة الساكنة كأن حفصا اعتد بهذا بهذا الأمر لا حرج إذا نقرأ بالإسكان في موضع في موضع ماذا في موضع العراف وفي موضع الشعراء قوله تعالى أرجه وأخاه كذلك في قوله تعالى من سورة النمل فألقه إليهم اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون كذلك قرأها بحفص بالإسكان وقرأ بالإسكان كذلك قول وقرأ بالضم كذلك قوله تعالى وما أنسانيه إلا الشيطان أنا أذكره قلنا في بداية الحلقة أن الأصل في هذه الها أن تكون مضمومة الأصل فيها أن تكون مضمومة لكن إذا جاءت قبلها يا أنساكنة أو جاء قبلها كسر تكسر لهذا الأمر فقرأ ورحفص بالأصل في هذا الموضع بالأصل اللي هو الضم في هذا الموضع في قوله تعالى في من سورة الكهف وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وكذلك في قوله تعالى من سورة الفتح بما عاهد عليه الله ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما من سورة الفتح ويلحق بها الكناية بالنسبة لحفص وورش وجميع القراء كلمة هذه كلمة هذه الها من كلمة هذه الها الأخيرة عند حفص وورش كما في قوله تعالى هذه بضاعتنا رضت إلينا فهذا ملحق بها فقط وإلا في هذه الصلة خاصة بالغائب المذكر الوحيد لكن هذه الها هي ليست للمؤنث ليست للمؤنثة لتكون على 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 انتباهي من هذا الأمر ليست للمؤنثة هذه هذا هذه اسم إشارة اسم إشارة وليست ضميرا على المؤنث هذا اسم اسم إشارة الها الها للتنبيه وذه للإشارة للإشارة والمغاربة يكتبونها بألف يكتبونها هذه هذا هو الذي استلحى عليه المغاربة لكن انتشر في العالم بها انتشرت في العالم بهذا الشكل هذه بدون ألف أو بالألف الخنجرية يعني المحذوفة طيب إذن لنلخص هذا الباب أو نختصر هذا الباب نقول إنها الكناية إما أن تأتي أن تأتي بين ساكنين وفيها الإسكان وفيها الإسكان يعني بدون صلة وإما أن تأتي بين الموضوعين ومتحركين وفيها الصلة بالنسبة لورش وحفص إلا في قوله تعالى يرضاه لكم يرضاه لكم وقوله أرجه بالنسبة لحفص وقوله بالنسبة لحفص أرجه وأخاه ألقي إليهم من فهم والحالة الثالثة قلنا إما أن تأتي بين ساكنين أو تأتي بين متحركين إما أن يأتي قبلها ساكن وبعدها متحرك وبعدها متحرك ففيها الإسكان بالنسبة لورش أما بالنسبة للحسن ففيها الإسكان إلا في قوله تعالى فيه مهانة ويخلد فيه مهانة وإما أن يأتي قبلها متحرك وبعدها ساكن وفيها الإسكان لكليهما واستثنى حفص ضم هذين الموضعين مما ذكرنا وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره وكذلك في قوله تعالى عليه الله ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما وقلنا أن هذا الباب يلحق به هاء هذه إذن هذا ما تيسر في هذه الحلقة سأل الله تعالى نكون قد شرحت هذا الأمر على أتم وجه سأل الله تعالى أن يبارك في جميع الإخوة والأخوات المتابعين لهذه الحلقة إلى حلقة مقبلة إن يسر الله تعالى نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم